بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وأقم الصلاة لذكتي إن الساعة ناتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآلب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طبا قال رب شرح لي صدري ويسرد لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخشتد به أزدي وأشتكه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مروة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فذعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك فالسلام على من اتبع الهدى إنا قد روحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما الربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يطل ربي ولا ينسى الذي اجعل لكم الأب مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شستا كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاغة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قالا جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر من اسمه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فدعا فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فقد خاب من افتروا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فقد أفلح اليوم من استعلا ترجمة نانسي قنقر